على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على اقتصادات دول حديدة إلا أن قناة السويس حققت أعلى إيرادات سنوية في تاريخها الخبراء المصريون اعتبروا أن الصين لها دور كبير في زيادة إيرادات القناة بسبب تدفق البضائع الصينية إلى أفريقيا قناة السويس تعتبر هي وسيلة النقل الأرخص والأفضل والأسرع للبضائع الصينية المتضفقة إلى أفريقيا 100% من حركة الحويات بين أوروبا وأسيا تتم عبر قناة السويس 11.12% من حجم البضائع العابرة للقناة هي بضائع صينية الإجراءات الأخيرة التي أقرتها قناة السويس لعبت دورا بارزا في تحقيق زيادة معدلات عبور السفن والحويات الأرقام التي حققتها قناة السويس هذه نتيجة سياسات زكية تبعتها القناة خصوصا بعد أزمة كورونا تمثلت في تخفيضات كثيرة منحتها للسفن العابرة بغرض جذب المزيد من الحويات والمزيد من النقلات ونجحت بالفعل في استقطاب مزيد من الحويات والنقلات بفضل هذه السياسة الزكية والمرنة في الأسعار وفي سهولة التعامل من خلال الإنترنت كما يربط الخبراء بين ارتفاع إرادات قناة السويس وبين زيادة صادرات الصين إلى أوروبا خلال الأشهر الأخيرة تحقق قناة السويس أعلى عائد هذا العام وسط جائحة كورونا وفي وسط حركة التجارة العالمية بين أوروبا والشرق الصين تساهم بشكل كبير في تعميق العائد الاقتصادي لقناة السويس بعد تكسيف علاقتها مع أوروبا واستخدامها قناة السويس كشغيان ملاحي لإصال البضائع الصينية إلى أوروبا والبحر المتوسط أحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من عام 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس بلغت نسبتها 2.3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حركة التجارة بين الصين والعالم تشكل رقما مهما في إرادات قناة السويس التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الزهار الاقتصاد الصيني الذي تجاوز بنجاح جائحة كورونا مستقب عبدالله سجدين العربية القاهرة